اعتبر سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أن مملكة البحرين من الدول السباقة في رعاية ودعم ذوي الإعاقة بمختلف القطاعات ناسية ما قطاع الشباب والرياضة مؤكدا سموه أن القيادة الرشيدة لم تؤل جهدا في توفير المناخ الملائم للقدرات الشبابية ودفعها للتغلب على الإعاقة من خلال إبراز قدراتها وطاقتها للمساهمة في ارتقائها بما يحقق أعلى معدلات النمو والتطوير في رياضة ذوي الإعاقة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بمكتب سموه العامر بالرفع والذي جمعه بالسيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس العلال الشباب والرياضة أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية وبسعادة الشيخ محمد بن دعي جاء الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة قدم خلاله رئيس الاتحاد عرضا تفصيليا للخطة المستقبلية والبرامج والجدول الزمني للاتحاد كما شمل العرض إنجازات الاتحاد في الفترة الماضية والحالية والأنشطة التي يقيمها الاتحاد والبرامج المختلفة والتي يتعاون من خلالها مجلس الإدارة مع مختلف المؤسسات والجهات بالمملكة وخطة الاتحاد المستقبلية من أنشطة وبرامج وفعاليات كما تضمن العرض خطة لدمج المصابين عسكريا في رياضة ذوي الإعاقة حيث أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطط وتوجهات الاتحاد التي تواكب الدول المتقدمة والتي تولي اهتماما كبيرا بالمصابين في القطاع العسكري ودمجهم في القطاع الرياضي وقد ثمن سم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الجهود التي يبدلها الاتحاد برئاسة سعادة الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة والرامية لتطوير هذه الرياضة من خلال الاستراتيجية التي وضعها رئيس وعضاء مجلس إدارة الاتحاد والتي ترسم للاتحاد خارطة الطريق نحو تهيئة كافة الظروف المناسبة لجميع الرياضيين لممارسة مختلف أنواع رياضة ذوي الإعاقة على الشكل الذي يساهم في دعم قدراتهم وإمكانياتهم والذي يخدم تطور اللعبة من جهة وتهيئة اللاعبين واللعبات للمشاركات الخارجية لتمثيل المنتخبات الوطنية التمثيل المشرف والتي تتحقق عبرها النتائج المشرفة للرياضة البحرية وقد وجه سموه على أطلاق سباق خيري وشارك فيه مختلف أطياف المجتمع مع ذوي الإعاقة والمصابين عسكريا وأيضا ضرورة اكتشاف مواهب ودماء جديدة لذوي الإعاقة من المدارس في مختلف الرياضات وسقلها وتنميتها من خلال دمجهم في الاتحاد وتوفير الإمكانيات لبناء قاعدة قوية للمنتخبات الوطنية مشيرا سموه إلى ضرورة نشر ثقافة الرياضة بين أهالي ذوي الإعاقة لمساندة أبنائهم وتشجيعهم وإشراكهم في الاتحاد لممارسة مختلف الرياضات التي تحتضنها صالة الاتحاد البحريني للمعاقين التي تبقي أبوابها مفتوحة للجميع مشيدا سموه بالمقترحات المقدمة من قبل الاتحاد مؤكدا سموه على ضرورة البدء الفعلي في تنفيذ خطة العمل التي تم تقديمها كما تبدى سموه فكرة دمج المصابين عسكريا في رياضة ذوي الإعاقة وإعطائهم الفرصة لممارسة جميع الرياضات مؤكدا سموه وقوفه بجانبهم ودعمهم بكل الطرق والإمكانيات مضيفا سموه أن البحرين تمتلك مواهب وطاقات شبابية من شانها أن تساهم في النهوض برياضة ذوي الإعاقة ورفع اسم المملكة عاليا في كافة المحافل الإقليمية والقارية والدولية مشيرا سموه لثقته بالكوادر الوطنية الشابة ودعم سموه الدائم لها مقدرا سموه جهود جميع أعضاء ومنتسبي الاتحاد ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح